رح نتحدث اليوم عن شراب الذرة عالي الفريكتوز وعلاقته بالسمنة أهلاً وسهلاً دكتورة صباح الورد أهلاً هيتا صباح الخير يعطيك العافظ صباح الورد أهلاً أهلاً وسهلاً بدايةً إيش هو هذا الشراب دكتورة؟ هلا هذا عشان نوضح هو مش شراب إشي منشربه هو عبارة عن محلول يستخدم كمحلي أو كبديل عن السكر بديل عن السكر مش إنه ما فيه سعرات هو عبارة عن ذرة الدرة عادة تم تتكون من غلوكوز يعني من عدة نقدر نحكي جزئيات من الغلوكوز مربوطة مع بعض بس عادةً لما يعملوا هذا المحلول أو هذا الشراب بيضيفوا عليه نوع من الأنزيمات بتكسر فبتحول النشاء الدرة لزي سرب أو زي محلول بتكون من نسبة من الغلوكوز وسكر تاني سكر الفريكتوز اللي هو السكر الموجود بالفواكه تمام؟ بس نسبة الفريكتوز فيه بتكون عالية تقريباً 45% ممكن توصل 50% وعادةً الفريكتوز كسكر يعتبر إلو طعم حلاوي كتير أكتر من سكر الجلوكوز بس بدناش نخلط الموضوع إنه فيه فرق كتير كبير بين هذا المحلول وبين الفريكتوز الموجود طبيعياً بالفواكه الفريكتوز الموجود طبيعياً بالفواكه ما بكون طعمه كتير حلول لأنه ما بتكون نسبة للفريكتوز كتير عالية زي هذا المحلول هذا أول إشي وبالفواكه عم تاخد أنت حبت الفواكه بالسكر الطبيعي اللي فيها بنسبة الألياف العالية جداً فما بيرفع السكر بشكل كتير كبير نعم هذا المحلول صاروا يستخدموا أو هذا الشراب عالي لفريكتوز صاروا يستخدموا كتير في الصناعات الغذائية لعدة أسباب أول إشي رخيص الثمن نعم رخيص الثمن حتى مقارنة بسكر السكروز العادي أو السكر العادي فعشان هيك صار إلو استخدام كتير استخدام بالصناعات ثاني إشي إنه بيعطي طعم حلاوة كتير ومنعرف إحنا بالصناعات الغذائية أي مصنع أو أي شركة بدها تصنع منتج طعمه حلو وطيب لأنه هذا المستساغ أو المطلوب من الناس واللي لما يحسوا إنه آه والله حلو ناندغري بيعطي رسالة للدماغ بيعطيك السكر اللي بالدكيات نعم إشي زاكي فأكيد المصنع رح يستخدمه لأنه أرخص الثمن يعني وبيعطي الرغبة الحلاوة اللي الناس تطلبها طبعا منشوف استخدامه كتير شائع بالصناعات الغذائية نعم عم نشوف دكتورة أكتر من مادة غذائية بين شراب والكاندي والكاتشوب مثلا هل هذا الشراب أو شراب الدراء عالي لفركتوز موجود في كل هدول؟ آه هل يستخدم أكتر إشي بصناعات الحلويات وممكن لقيب أشياء ممكن تستغرب أنه مش موجود فيها يعني عندنا مثلا موجود ببعض أنواع مشروبات الطاقة طبعا نحكي عن مشروبات الطاقة اللي فيها سكر أوكي موجود بالمشروبات الغازية اللي بسكر ببعض أنواع العصائر مشكلها فعشان هيك كتير مهم نقرأ على المنصق الغذائي هلا منحكي ليش لازم نقرأ على المنصق الغذائي يستخدم كمان كتير في صناعات كل أنواع الكاندي فهون بدنا ننتبه لأطفالنا قدي بياكلوا كاندي لأنه في بفرق إحنا زمان يعني كون السوبرماركت تروح عليه ما في كتير أنواع كتير نعتمد على الكيك البيت اللي بنعمله دايما بقول السكر بكميات معقولة ما في أي مشكلة يعني إحنا دايما بننصح للسيدات تقريبا 5-6 معالق سكر في اليوم هاي ضمن السكر اللي بنضاف والحلو والرجال ما يتجاوزوا 19 معالق سكر يعني تقريبا 100 سعراء 120 سعر حرارية من السيدات من السكر والرجال 150 سعر حرارية برضو جاي فقط من السكر فالسكر بكميات بسيطة ما في مشكلة بس هي المشكلة تيجي لما الطفل بيأكل كميات كبيرة من الكاندي وخاصة إذا يوميا لأنه كتير في ربط الدراسات علاقة الهاي فركتوز كون سيرب أو هذا المحلول عالي لفركتوز أو شراب عالي لفركتوز بمعدلات السمنة فإذا الطفل أكل بين فترة والتانية يعني إحنا دايما نحن نحكي حرمان بس في فرق بين إنه إحنا نجيب بكيت كبير ونعطيه للطفل وبين بكيت يأكله بين 3-4 يأخذ حبتين 3 مشان نوزع أو نعلمه يتشارك مع إخوانه لأنه بدكتار في إنه هذا فيه كمية سكر عانية جدا مرتبطة بعدة مشاكل صحية جميل تمام؟ موجود في بعض أنواع حبوب الإفطار حتى مرات أنا جاي بهذا الملون في أنواع تانية ما بتكون كتير ملونة بس مستخدمين فيه المحلي هذا فبرضه ننتبه دايما شرحنا كتير قبل عن كيف نقرأ المرسق الغذائي نقرأ المكونات لتعرفوا شو نوع السكر دايما اختل اللون بلعب دور كمان أحيانا تحسي أشياء لونها معين معناته صحية ثلاث إذا أشياء ملونة معناته مش صحية ممكن يعطيك صح المتباع بس دائما بقولهم دايما المعلومات الموجودة على الملسق الغذائي والمعلومات الغذائية هاي إلك لتفيدك لتعرف قدي يعني حتى لو اشتهيت لتعرف قدي تأكل نعم يعني في كتير ناس ممكن يأكلوا حلو يوميا بس إذا كان بكمية معقولة ما يأثر على صحتهم وعوزنهم نعم بس إمتى بضر لأنه في سرنا نشوف هذا النمط عند المراهقين للأطفال إنه العصير هذا مرتين ثلاثة ممكن يشرب كمان مشروب غازي مع الغداء ممكن بعدها كاندي في دراسة عم نعملها على أطفال دراسة معينة مش ترك فيها فعم نشوف النمط الغذائي للأطفال بعمر من تقريبا سنة لثلاث أربع سنين فلما نشوف شو الأم عم بتطعم أولادها أو شو عم بياكل الطفل عن جد فيه فقر بالقيمة الغذائية الطفل شو بياكل يعني بتلاقي الأطفال معظمهم نشويات عالي دهون سكر كتير وما في لا في فواكه كتير ولا في خضار كتير هذا شوية النمط اللي عم بيصير سنة عن سنة عن بيزيد لهي الأطعمة اللي منحس إنه هي هاي أطعمة أطعمة طفولية أو للصغار بالزبط إنه أكلوا ولاد صغار إنه الصغار بياكلوا هاي الأشياء اللي هي الأشياء الزاكية لم تنسى المهم إنه مثلا سندويشة الولاد للأكل الغداء بس ما بتنتبه إنه أدي أكل خضار ابني أدي أكل فواكه أو نعودوا على هاي العادة لأنه هاي العادة إذا بنت من عمر صغير مشكلة برضو موجود في بعض أنواع هل شو الفرق بين الكيك الجاهز اللي مبكت وبين الكيك اللي أنا بعمله بالبيت حتى لو حاط فيه سكر أول إشي الكيك مثلا هاي هادول هذا نوع كروسون وهذا نوع كيك فيه هاي فركتوس كونسيراب التنين فيهم بفرق أنا شو بعمل بالكيك حتى لو حطيت سكر شو نوع الطحين ممكن أخلط الطحين مع شوفان مثلا بعدل ممكن أحط بدل الوصفة يكون فيها كاستين سكر أحط كاست سكر يعني أنا حاطة سكر بس أنا خففت ما استخدمت هاي فركتوس كونسيراب ممكن أضيفي شوية فواكه فإحنا دايما كتغذية ما بيعني أن التغذية بالمرة ما لازم يتعرض الشخص لكميات سكر معقولة بالنهار يعني هاي حياة طبيعية ولكن بفرق كيف أنا الكميات طبعا والمصادر والمصادر وشو منحط بالكيك شو نوع الزبدة شو نوع الزيت شو نوع هاي هذا بيفرق كتير فيه حتى ببعض أنواع الصلصات يعني واحدة منهم الكاتشاب في بعض أنواع كاتشاب برضو فيها نسبة سكر عالية فيه مثلا صلصات الجهزة التانية ممكن تلاقي حتى بأنواع شربات مرات بتكون في صار فيه نمط كمان هلا الوجبات الجهزة اللي بس بتسخنها بالمايكرويف هاي كلها إذا بتطلعوا على المكونات فيه كتير مرات بيكون فيها كميات سكر اللي بتعطي النكهة ولكن هيك الشخص عم بتعرض لكميات طب قديش تضرر على الجسم دكتورة من هذا الاشي هلا الضرر برضو هذا بنرجع بنحكي إذا أخدوا الواحد باعتدال يعني واحد منتبه لكميات العصائر والهاي ممكن ما يعمل له أي ضرر ولكن إذا نمط الغذاء إزاي ما حكينا هيك وخاصة أطفالنا عم بتعرضوا يعني كل وإم تعرف كيف طفلها طبعا شو ممكن يقدي ممكن يقدي للسمنة ممكن يقدي على الإدمان على السكر لأنه إحنا درس حكينا كتير جمان سابقا عن قدي السكر اللي فيه النكهة الحلاوة الكبيرة قدي بيعطي سلوك الإدمان على هذا الأكل يعني الطفل ببطل يستسيغ الفواكه لأنه بده سكر أعلى من الفواكه تاني إشي ممكن يأثر على دهون الكبد للأشخاص اللي عندهم دهون على الكبد واحدة من الأشياء العصائر بكميات كبيرة مش بس الدهون ممكن ترفع لك الدهون على الكبد فهي بدنا ننتبه إشي تاني الأشخاص اللي بعانوا من اليوريك أسد تناول كميات كبيرة من الفراكتوز برجع بعيد لأنه عشان ما نخلط لأنه الناس دائما متفهمنا بطريقة مختلفة ما عم نحكي على الفراكتوز الموجود بالفواكه بكميات طبيعية معتدلة أنت بتاخد الفواكه مع حبة مع الألياف الموجودة فيها والعناصر الغذائية والفيتامينز نحن نحكي على الفراكتوز بالتركيز كتير عالي بكميات كتير كبيرة هذا ممكن يرفع مستوى اليوريك أسد عند الأشخاص اللي عندهم مشاكل باليوريك أسد النقروس مشاكل كلا نعم جميل جدا بتشكرك دكتورة هاي معلمات المهمة شكرا جزيلا أهلا وسهلا شرطينا